تقرير التالي موسيقى طبعاً كلنا فخورين وسعيدين أيضاً بتواجد مشاركة مملكة البحرين وليمثلتها الشيخة نورة الخليفة وأيضاً السلطنة عمان والحضور الكريم نتواجد اليوم اليوم هذا فخر وعزوا واجبنا نحن كإماراتيين وكخليجيين أن نفرح لفرحة عيال عمنا الخليجيين أهلنا والبيت واحد ونحن كلنا تحت صكف واحد وهذا شيء قليل انقدم لهم يعني العالم كله يشوف العلاقة بين دول الخليجة العلاقة المتراصة يعني البحرين يماخذ من العماني العماني ماخذ من الإماراتي يعني الدول هذه متجرد أسامي ولكن نحن كلنا تحت صكف واحد مثل ما قلت لك والله أول شيء تشرفت بدعوة من أخوي الشيخ حميد بن خالد بن محمد القاسمي على هذه الفعالية اللي هي فعالية اليوم الوطني الإماراتي العماني البحريني دائماً نحن نقول خليج واحد فالحمد لله استانسنا والناس اللي موجودين استانسا وطبعاً أشكر بعد أخوي الشيخ مايد المعلى وأشكر الشيخة نورة آل خليفة على حضورها كذلك والحمد لله نجحت الفعالية بشكل كبير ونتمنى دائماً لأخوي حميد بن خالد بن محمد القاسمي التوفيق والنجاح إن شاء الله الحمد لله دار زايد ما تخلى منها الأفراح كلي فخر بدعوة الشيخ حميد بن خالد القاسمي دعوته واحتفالياتهم بالعيد الوطني الإماراتي وأيضاً أن أهما دائماً يعني يحتفلون ويحتضنون أخوانهم من دول الخليج فأهما هذه الفعالية كانت فريدة من نوحة بحكم أن الفعالية ضمت عيد الوطني البحريني وأيضاً عيد الوطني العماني وصار عرس خليجي دائماً نحتفل بعيادنا مع بعض فكل الشكر لهم أنهم احتضنوننا في هذه الفعالية وجداً سعيدة بتواجدي مع أخواني الإماراتيين باحتفالنا بيوم الوطني البحريني أيضاً في هذا اليوم لميزة أن هي فعالية فريدة من نوعها هي ضمت كل الدول مع بعض في فعالية واحدة وأنا أشوفها مبادرة جداً جميلة من سعادة الأستاذ علي ودعوتها لنا من كل دول الخليج متواجدين ما شاء الله نشوف الحضور من كل دول الخليج متواجدين وفاصل من الناس اللي متواجدين في دولة الإمارات العابية متحق العرس الخليجي ببساطة على عجالة فرحة أخوية مثل أي فرحة في العرس اللي نحن نسويه العرس الجماعي الكل كان يسأل يقول اليوم عندكم عرس جماعي أقول لهم لا عرسنا بيوم الوطني عرسنا بفرحة أخواننا وأشقائنا مثلاً في دول مجلس تعاون مثل مملكة البحرين مثل سلطنة عمان الشقيقة أخواننا أعزاء على قلوبنا كيف نحن نرفع رسالة السلام كيف نرفع رسالة الأخوة بهذه الفعاليات اللي توحد المحبة توحد الأخوة قدمت لنا صحة ثقافة تعليم تاريخ مدين فبماذا نفديك يا وطنيك؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة